اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي وفي هذا الإطار تناول الاجتماع نتائج المشاركات المصرية في المحفل الأممي وشملت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها قمة المستقبل التي تبنت ميثاقا دوليا يهدف لتعزيز أطر الحوكمة العالمية عبر تطوير وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لا سيما في مواجهة التحديات الراهنة على أصعدة السلم والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا كما عرض وزير الخارجية في ذات الإطار مضمون اللقاءات والاتصالات التنائية التي أجراها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الرهنة ترجمة نانسي قنقر